دايما في أفلام الأستاذ داود عبد السيد بنلاقي الشئ ونقيده بمعنى أن أنا ممكن ألاقي الخير والشر في نفس الفيلمة ممكن ألاقي العجز والقدرة ألاقي الصحة والإعياء مثلا يعني دايما الشئ ونقيده بيبقى موجود الفقر والغنى في نفس العمل ده ليه؟ لأنه ده جزء من فكرة الدراما الدراما أيما كلها على فكرة التنقض لو ما فيش تنقضات الشخصية لو الشخصية ماشية في تون واحد أو ما فيش الأبيض والإسود مش هيبقى في دراما أصلا دي أساس فكرة أو نظرية الدراما السيد داود الحقيقة بيحط شخصية ونقيدها في نفس الفيلم عشان يبين هذه الفكرة يعني مثلا لو شوف لباسها الكتكات هنلاقي أنه شخص عاجز بالفعل اللي هو الشيخ حسني وشخص شاب وقادر ومبصر اللي هو ابنه بس ابنه تحسي أنه هو أكثر عاجزا من الشيخ حسني التنقض ده هو اللي بيعمل اللونين ده وبيخلي الفكرة أوضح وبيخلي الدراما أكثر تشويقها لكن لو الشخصية ماشية في إطار واحد أو ملتقتش بناقضها مش هيبقى فيه دراما نفس الفكرة مثلا في فيلم زي مدام فاتن والأستاذ يحيا مثلا هذه الفكرة أنه عندنا سحر ويفعل كل شيء بينما هذه المرأة مقيدة وهذه المرأة خايفة تقول لأولادها لأ التناقض ده هو اللي بيعمل الدراما والأستاذ داود بينسج هذه العلاقات بهذا الشكل ويستخدم هذه التيمة بقى على ممكن على شخصيات كتيرة في موجودة في العمل في نفس العمل وده علشان يبرز الفكرة اللي هو عايز يشرحها أو يوصلها أو الرسالة اللي هو حابب يوصلها للناس أنك بتشوف الشئ ونقيده فعلا فكرة السينما داود عبد السيد هي بتوقف ما بين السينما الشعبية وما بين سينما المتقفين يعني المتقفين بيحبوه والناس البسيطة جدا جدا كمان بيحبوه وهو قدر أنه هو يعمل الخلطة دي أو المعادلة دي لأنه شخصيات زي ما حضرتك تفضلت شخصيات جذابة وهي شخصيات احنا شايفينها يعني بالمناسبة الكتكات مأخوذ طبعا عن رواية ملك الحزير لإبراهيم أسلان وهي رواية بتتكلم عن حقي الكتكات وشخصية الشيخ حسلي بيقال إنها شخصية لها أصل وقعي فالشخصيات طول الوقت جذابة وموجودة حاجة تانية أن الأستاذ داود الحقيقة حكاء بارع وبالتالي هناك مستوى الحكي جذابة عنده يعني أنت بتشوفي الحدوتة تجذبك تشوفي تفاصيلها فيما عنده كمان حس ساخر عالي جدا يقدر يعمل موقف عالي جدا لكن من ناحية تانية الفيلم فيه مستويات متعددة وبالتالي يمكن لكل واحد إنه يأخذ منه ما يشاء هو بيخدم حدوته بيخدم شخصياته بشكل جيد وبالتالي يمكن أن يصبح ليه المشاهد العادي في نفس الوقت هناك مستويات أخرى يعني مثلا عرض الخوف في مستوى فلسفي وجودي عرض الخوف بتكلم عن الإنسان وحريته والاختيار الصعب اللي تواجد فيه مثلا لكنه لو استقبلتي على فيلم مخدرات فهو فيلم ممتع يعني أنا شوفته في سينما شعبية جدا في وسط البلد وقتها في عرضه الأول كان جمهور متجاوب معه جدا ربما يكونوا وصلوهم المستوى الأولين يستمتعوا به لكن هناك مستويات أخرى تمتع اللي يبحث عن هذه المستويات